بيتروسبيرد كان حوار بيدور حول تغيرات المناخ يمكن قبل خمس سنين أو عشر سنين كان الكلام عن تغيرات المناخ بيعتبروه نوع من الطرف النهاردة أكل الناس وشربها وميتها والزراعة والصناعة والتجارة والنقل والمجاعات والفيضانات والحراية أتوقف على المناخ أنا عايز أخذ من حضرتك هنا النقطة وأقول أضيف عنوان وأقول وهي حزم وجدية السيد الرئيس في هذه المؤتمرات يعني أنا فاكرة كويسة أوي في جلسكو كم كان حازم السيد الرئيس تجاه التغير المناخ وتحديدا كان اهتمامه كمان بقرة أفريقيا يعني إن هي الأكثر تضرورا بشكل عام في هذه التغيرات أفريقيا بتدفع تمن كبير تدفع تمن كبير دول العالم الثالث وأفريقيا لأنه نسبة الانبعاثات ونسبة التغير المناخ من أفريقيا أقل كثيرة من الدول الصناعية الكبرة على مدى المؤتمرات مؤتمر باريس التوصيات الشهيرة جدا أنه الدول الكبرى الصناعية ملزبة بأنها تدفع 100 مليار دولار على مدى فترة للدول النامية على أساس التقل الجديدة ومتجددة وتقليل تأثيرات المناخ كانت الدول الكبرى الحقيقة بتقول ده وعود وما حصلش في جلسكو حقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش بيتحدث باسم مصر لأن تغير المناخي ما هوش تغير مرتبط بشعب أو بزي الدول الكبرى هو الكوكب كله بيدفع تماما وده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيؤكد عليه الحقيقة رفع الصوت ده باسمه أفريقيا وباسم الدول المختلفة وقال إنه مهم حتى كان فيه استجابات لأول مرة فيه استجابات وكان حريص جدا إنه يقول إنه الالتزامات دي هي من أجل حماية الكوكب ومن أجل حماية البشر لأنه النهاردة التقل المناخي تحول لمجاعات لجفاف لتأثير بالغ على العالم كله والسلوج والأقطاب وكمان الارتفاع الدرجة ونصف والدرجة دي بتحول الأرض إلى محرقة زي ما احنا شايفين النهاردة الغابات الملايين والألاف اللي كانت في أوروبا وكانت في كل تقريبا قارات العالم السنة اللي فات فالرئيس كان جدي جدا وعرض والحقيقة طلب إنه يتم تنظيم كاب 27 في مصر ونظم في نوفمبر القادم والحقيقة دي كانت خطوة إضافية لأنه كانت أول مرة دول العالم التالت الحقيقة أو الدول الاقتصادات الناشئة ترفع الصوت بشكل واضح وتقول للعالم إنه هي طرف فاعل ورئيسي وإنه على الدول أن نتوفي بالاتزاماتها تجاهز الأمر ومصر خادت الخطوة في الطاقة الجديدة في الطاقة الخضراء النهاردة في مصر وفي دول أخرى في المنطقة المملكة العربية السعودية طبعا عندها نفس الشيء أصبح تفكير مهم في أنه تقليل هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر